السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مختبري الحجر المنزلي اوجودنا في البيت لمدة 14 يوم ده لاننا اربع انواع من الناس او النوع وده لم تعرضش خالص للفيروس وده وجوده في البيت الاربعتاشر يوم اه حفاظا عليه وعلى صحته وعلى انه ما يتعاملش مع الناس اللي ممكن يكون حد فيهم اه حامل للفيروس او يتعامل مع اي اسطح ممكن يتعامل معها شخص حامل للفيروس وبالتالي يتنقله الفيروس النوع التاني وده اخطر نوع وهنا بتكمل خطورة كورونا وده النوع اللي بيكون حامل للفيروس ولكن ما ظهرش عليه اي اعراض الشخص ده لو خرج من البيت بيتعامل عادي جدا والناس بتتعامل معها عادي على الرغم النجود الفيروس جوه جسمه وكمان ممكن يكون معدي وتقريبا الناس بترعاده في فيروس كورونا 100% بمعنى ان اي شخص بتعامل مع المريض او بتعامل مع الرزيز اللي خارج من المريض من الفم او الانف ممكن بالنسبة كبيرة جدا بيكون تم اصابته من الشخص ده فالشخص اللي ما ظهرش عليه اي اعراض شخص خطر جدا وده خطورة الفيروس بانه ممكن يكون سبب رئيسي لانتقال العدوى لناس كتير جدا النوع التالت وده اللي ظهر عنده اعراض ولكن اعراض خفيفة النوع ده وجوده في البيت بيحافظ عليه وعلى المجتمع انه كمان الاعراض الخفيفة ديب مع الاهتمام بالاكل الصحي وشرب السوائل والراحة التمة بيتم معاجته بازن الله بدون اي تدخل طبي وبدون اي علاجات ووجوده في البيت حفاظا عليه وعلى المجتمع وعلى انه ما يعديش اي حد من النزق اللي حواليه النوع الرابع وده اللي اصيب بالفيروس وعنده اعراض شديدة وفي الحالة دي كلنا عارفين ان احنا في مصر بنتصل بالرقم الخاص باعراض كورونا او فيروس كورونا وهو 105 اه ما عرفش حقيقة في الدولة التانية ياريت اللي عنده رقم اه او اللي في دولة تانية وعنده طريقة التعامل مع شخص يعني يعمل ايه ياريت يكتب في الكومنتات اه لكن في مصر هنا بنتصل ب 105 علشان يتم التعامل مع المريض وبيتم ينقله للمستشفى ربنا يشفيه ربش كل مريض في النهاية ان شاء الله دي فترة وازمة وهتعدي الشخص اللي مضطر ان هو يخرج اه يحافظ على اه وسائل السلامة والامان والوقاية من الفيروس يتعامل مع الناس كلها لانها مصابة وكمان ان هو شخص مصاب فبالتالي بيتعامل بحذرة شديدة جدا مع الناس اه فكرة 14 يوم ان حضانت الفيروس جوه جسم الانسان هي 14 يوم الفيروس كائن غير حي محتاج لعائد يبقى موجود جوا يعني لازم يعيش جوه جسم الانسان علشان يقدر يعيش في كامير 14 يوم دول لكن وجوده على اي سطح او حتى على قدينة او على الملابس بيبقى الفترة معينة وبعد كده بيموت في النهاية اتمنى الفيديو بكون عجبكم مستفدتم منه لا تنسوش تعملوا لايك وسيكون في حفز اللي برايته وشوفكم ان شاء الله في الفيديو قيم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة